يوسف لأبيه يا أمتي إني رأيت أحد عشر كوكما والشمس والقمر رأيتهم لساديدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لصاحبها يوم القيامة ذخرا وتحط عنه من ذنوبه وزرا وترفع له عند ربه قدرا وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وسحائب رحمتك ربي ورضوانك على صحابة نبينا أجمعين وعلى آل بيته الطيبين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين وعنا معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته إنه أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الأخوات الأكارم أيها الأخوات الطيبات واللقاء معكم يتجدد من خلال برنامج رؤياك نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة والسيد الناخ المخرج أنه يعني إما نضيف اتصالات الحلقة الماضية المتبقية إلى اتصالات اليوم أو نجيب عليها ثم نستقبل اتصالات معنا اتصالات نعم نستقبل اتصالات ثم نضيفه إلى اتصالات الحاقة القادمة نعم معنا اتصال الأخوة معلاء تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا معلاء تفضلي يا معلاء ألو نعم يا معلاء معاك تفضلي تفضلي الشيخ بس فلمت اسم ماما لا اسمه عن مكتوب بالسماء شنو مكتوب بالسماء اسمه عن مكتوب بالسماء في السماء مكتوب منó اللي شاف الرؤيات انتي شفتيها ولا غيرش؟ بس اسم على مقتوب بالسمة مضح لها تمام خير إن شاء الله خير اسم حكمة سمقتوب نعم تفضلي اسم حكمة سمقتوب اسم حكمة زين انتي عندش احد من اولادك اسم على واسم حكمة حكمة من اقاربك هو زوجت او احد من اولادك او اقاربك لا 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 موعدنا يجب سن طيب خير خير إن شاء الله تسمعيني الجواب إن شاء الله حياة شاء الله مرحبا يا معلاء نعم معنا اتصال معنا الأستاذ حكمة تفضل أخي الحبيب نعم أخي الحبيب تفضل حياة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا الأستاذ حكمة تفضل أخي الحبيب معاك معاك وين يا شحن حجي حكمة ويانا تولى مويانا قطعنا الاتصال نعم معنا اتصال الأخوة تحنين تفضلي الأخ حنين حميد حنشل تفضل أخي الحبيب نعم أنا حميد حنشل من الأنبار الأخ حنين من الأنبار أي حميد من الأنبار نعم تفضل أخي الحبيب حياة الله طون الصوت شوي شباب أخذ زوجتي حلمانة بي نعم أنا وعمتي حمتي متوفية طيب حلمانة بي أنه ناكلت من أنوياها نعم وزوجتي لاقي مفتاح على شجرة ولاقي مفتاح من منطيسية يعني ما أخذتها من الشجرة ومفاجحة بيباط نعم هذا التفسير هذا الحلم ما الله يرضى عليه شيخنا طيب خير إن شاء الله خير أبشر إن شاء الله تسمع الجواب أستاذ حنين حياك الله مرحبا بك نعم نعم أحبابي يعني أنا ممكن أفسر رؤى الحلقة الماضية وما دم ما اكتصال ومن يأتي اتصال يعني يدخل على الخطم باشرة ماكو مشكل إن شاء الله كان معنا بالحلقة الماضية مجموعة رؤى طبعا أجبنا على بعضها وبقي البعض فأوقات الفراغ بين استقبال التصال والتصال ممكن نجيب على بعضها الأخ أبو رشيد في الحلقة الماضية ذكر رؤية يقول أنه رأيت أنني أحفر في مكان فوجدت فيه عصى ثم أعطيت هذه العصى لشخص لكنها تحولت إلى سيف ثم أنه لم يرجعها لي ثم حفرت مرة ثانية فوجدت درعا من ذهب والدرع أيضا كأنه فيه جوهرة نعم معنا اتصال نعم تفضل أخي الحبيب نعم الأخذ شهد تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله تفضلي أخذ شهد نعم حيا ميتة في غرفتها زين أخت متزوجة أخذ شهد كان عندها مشكلة بالفترة الماضية وانتهت المشكلة أو خلاف خير إن شاء الله خير أبشر ميتة في أخري أعم ميتة في أخري ماي أخذ ذلك؟ نعم يتطع حلمة حما Philosophy وليس أخذ شهد نعم حلمة حماordo ليس يأخذ وتعز وتعز وليس أخذ من تأجز كما أخذ من النشط أوه يعني هي أخذت من أختي يعني لان شعون نا أنه هي طلبت معكها هي طلبت هي طلبت طيب طيب أبشري شكرا شكرا تسمعين الجواب حياكم الله يا مرحبا معانا أخونا أبو علاء تفضل تفضل يا أبو علاء نصينا التلفزيون واسمعنا من الجوال يا أبو علاء ألو نعم خير إن شاء الله خير قطع الاتصال تمام معانا اتصال ولا نعم نعم معانا أخونا أبو علاء تفضل أبو علاء أبو محمد أبو محمد تفضل أخوبي وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخي أبو محمد نعم نعم معاك معاك السلام عليكم كيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله اليوم بره يعني نتعطر نعم فجاءني يعني شخصة عبدالغنج نعم طيب نعم فالشخص عبدالغنج أعطاني رقم مفتاحك أعطاك رقم أبو محمد لحظة يعني انت بالرؤية بعد صلاة العصر شفت نفسك مع شخص وهذا الشخص أعطاك رقم ومع الرقم شنوه مفتاح سيارة ويانا يا أبو محمد اسم عبدالغني اسم عبدالغني الشيخ نعم اسم عبدالغني طيب نعم 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 الشخص اسم عبدالغني طيب وعطاك رقم الشخص اسم عبدالغني رقم رقم ما تتذكر كم كان الرقم بالرؤية ما تتذكر الرقم طيب طيب خير خير إن شاء الله أبشر تسمع الجواب تسمع الجواب إن شاء الله معنا الأخ حسامي من ديالة فضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخ أنا حلمت روح أقل إلى صالي واخوي وأبوي الله يرحمه المسجد أبيض هم مشاهداء وعلي خالي كانت أكثر يعني أنت والوالد وخالي تصلون في مسجد اي هم الوالد متوفي اي يعني كلهم متوفين هم اي المسجد يعني هو مسجد المنطقة ولا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي لا لا المعادل المسجد أبي أبو هاتفه خير خير إن شاء الله أبشروا هم توفوا شهداء هم ها توفوا شهداء ولا وفاة عادية لا شهداء 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 خير أبشروا تسمع الجواب إن شاء الله حياكم الله نعم معنا اتصال نعم هنا المعتاد ناخذ عشر اتصالات نطونا اليوم ايه نطونا سبعة نطونا سبعة يعني اتصالين نوب بعد ويكفي إن شاء الله نعم اتصالين بعد ويكفي إن شاء الله نعم معنا اتصال ولا نعم إن شاء الله اليوم ناخذ سبعة اتصالات فقط حتى يعني يكون معنا وقت كافي نجيب على الرؤى التي بقت من الحلقة الماضية لأنه كانت كثيرة إن شاء الله معنا أخونا أبو عبد الله من اديالة فضل عيني أبو عبد الله فضل أخي أبو عبد الله حياك الله نعم نعم أسمعك أخي أسمعك أسمعك أخي ألو كما يسمعنا الأخ أبو عبد الله نحن نسمعه ممكن يقطع الاتصال سقبل الاتصال آخر نعم قلنا أنه أحباب الأكارم سقبل الاتصالات سبعة في هذه الحلقة ثم نعود لإكمال ما تبقى من اتصالات الحلقة الماضية بقي عندنا تقريبا حوالي ثلاث رؤى مع سبع رؤى لهذا اليوم تكون عشرة تقريبا كافية معنا اتصال نسا مرة أم براء تفضلي تفضلي يا أم براء تفضلوا نعم أنا زودي مفقود نعم 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 تفضلوا نعم 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 طيب طيب خير إن شاء الله خير إن شاء الله يفرج عنا فرج عاجل قريب إن شاء الله أبشرية ومبراء إن شاء الله تسمعين الجواب نعم معنا اتصال أخير أخونا أحمد أحمد فضل أهلو أستاذ أحمد فضل قطع تمام نعم معنا اتصال بعد أخي المخرج ولا ننهي نعم نعم معنا أستاذ أحمد تفضل تفضل أخي الكريم أهلو 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 تفضل أستاذ أحمد أهلو نعم نعم معاك أهلو تفضل خلاص يعني نكتفي بهذا القدر نأسف من الأخوة الذين اتصلوا ولم يتأمن معهم اتصال وإن شاء الله حظ أوفر مثل ما يقولون نأخذ فاصل ثم نعود إن شاء الله لاستقبال الاتصالات أخونا مخرج معنا اتصال ولا فاصل فاصل ثم نعود إليكم حياكم الله حياكم الله من جديد أحبتي إلى كارم كان معنا اتصالات من الحلقة الماضية الأخ أبو رشيد ذكر أنه رأى في رؤية كأنه يحفر في مكان فوجد فيه عصى ثم أعطى هذه العصى لشخص ثم تحولت إلى سيف ثم لم يرجعها له بعد ذلك حفر مرة ثانية فأخرج درعا من ذهب كان في وسطه جوهرة كبيرة وكانه سمع منادي ونادي أنك لن تأخذ هذا الكنز حتى تضع يدك على أربعة أجزاء منه يعني يضع كل أصبع من أصابيه على جزء من هذا الكنز المهم الرؤية طبعا فيها دلالات أخي الكريم أبو رشيد في الحلقة الماضية الجزء الأول من الرؤية هو أنك حفرت حفرة فوجدت فيها عصى وهنا الحفر قد يدل على أن هذا الإنسان إما أنه يكتم أسرارا ثم يفشيها إلى بعض أصحابه أو أصدقائه أو من يعرف أو أنه يمتلك شيئا ثم يعطيه لغيره ثم يتحول هذا إلى نقطة ضعف كما يقال إذا ضاق صدر المرء بسره فصدر الذي استودعته السر أضيق يعني أحيانا أنت تفشي سرك لصديقك ثم يتحول هذا السر الذي بينك وبين صديقك إلى نقطة ضعف يعني يستغلها هذا الصديق إن لم يكن صالحا صادقا ناصحا في يعني يستفزك بهذا السر ويعني يضغط على نفسيتك بهذا السر وغير ذلك العصى الله عز وجل ذكرها في القرآن كما خاطب سبحانه وتعالى موسى عليه السلام قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى فالعصى حين تحولت إلى سيف تدل على أنك قد تعطي غيرك إما مالا فيستثمره ضدك أو سرا فيستخدمه يعني بعداوتك أو غير ذلك أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني كما يقول الشاعر فهذا يدل الأخي أبو رشيد على أنك ينبغي أن تكون دقيقا في اختيار صداقاتك وفي تحديد علاقاتك فما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل الجزء الثاني من الرؤية هو أنك يعني حفرت مرة أخرى فوجدت درعا والدرع على خلاف السيف السيف أو العصى قد تستطيع أن تقاتل بها كأنك بصفة الهجومي ولكن الدرع كأنه بصفة ماذا بصفة الدفاع الدفاع عن النفس فكأنه يعني يهيئ الله عز وجل لك بعض وسائل الدفاع عن نفسك المادية أو المعنوية لكنك لا تستطيع اقتناءها إلا بشروط أن تكون من مضانها أن تكون من مصادرها أن تكون حلالا وأن تعرف كيف أن تحافظ عليها وغير ذلك فالرؤية فيها إشارات ودلالات نافعة إن أردت أن تنتفع منها أخي الكريم أبو رشيد أيضا يقول كأنني رأيت في رؤية أخرى أخونا أبو رشيد كأنني أنزل في مكان أعرفه وكان في شخص إرهابي أيضا أعرفه كان يريد قتلي فضربته مرة أو مرتين أو ثلاثة لكنه لم يموت ثم هربت منه ثم وجدت أبي فأعطاني أبي ملابس بيضاء وأعطاني درع من فضة وسيف فقتلته فمات وكان أبي كأنه يضحك أو يبتسم لهذا الأمر وأعطاني مبلغ من المال أقول يا أخي الحبيب إن شاء الله يعني صنائع المعروف تقي مصارع السوء يا أبو رشيد فالإنسان يعمل أعمالا صالحة تنفعه في عاجل أمره وفي آجله في حياته وبعد مماته ومنها بر الوالدين فمن الأعمال التي يعجل الله لها الثواب والأجر في الدنيا مع ما يدخره للعبد في الآخرة صلة الرحم وبر الوالدين فهي من الأعمال التي يعجل الله أجرها في الدنيا مع ما يدخره لك من الأجر في الآخرة من أحب أن ينسى له في أثره وأن يبارك له في عمره فليصل رحمه والله عز وجل يقول للرحم ألا ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك ومن أوجب الواجبات بعد توحيد رب الأرض والسماوات هو بر الوالدين ومن أكبر الموبقات التي تكون سببا في نار جهنم وفي الدركات من نار جهنم نسى الله العفو والعافية هو بعد شرك بالله عز وجل هو عقوق الوالدين فأنت إن شاء الله من أهل الخير ومن أهل البر فهذا السيف وهذا الدرع الذي وهبك إياه الوالد وهذه الملابس البيضاء إن شاء الله هي تدل على حسن صنيعك وبرك بوالديك واهتمامك بصلاة الرحم وهي صنائع معروف يقيك الله عز وجل بفضلها وببركتها مصارع السوء في الدنيا ويقيك إن شاء الله عذاب الآخرة يا أخونا أبو رشيد أبو ساهل يقول أنا كبير بالعمر عمري 66 سنة الوالد توفي قبل 21 سنة لم أره سوى قبل أيام كنت أنا مع شخص وهذا الشخص يعني أسمعني كلاما يعني كان سببا في غضبي وفي غيظي وفي ألمي ثم رأيت أبي رحمه الله رأيت أبي رحمه الله جاءني وهو يركب سيارة فتعجبت من رؤيته نقول يا أخونا أبو ساير يعني رؤية الآباء ورؤية الأموات بصورة عامة وخصوصا الآباء يعني فيه إشارة يعني أن الله عز وجل قد يدفع عنك من السوء ما يدفع ببركة برك بأبيك وأمك في حياتهما وبعد مماتهما فموسم البر بالآباء والأمهات لا يقتصر على الحياة وإنما يمتد في الحياة وبعد الممات فالابن الصالح والولد الصالح ذكر أن كان أونثى هو من يكون بارا بوالديه في حياتهما وبعد مماتهما ومن بركات هذا البر أن الله يدفع عنك من الأذى في الدنيا ما يدفع مع ما يدخل لك كما قلنا قبل قليل من الأجر يا أخي أبو ساير فرؤية الوالد إن شاء الله خير وكأنه يشير لك على أن لا تغضب على أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى رجلا يغضب قال أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد وقوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب والإنسان حين يملك نفسه عند الغضب يعني دائما يكون قريبا من الله قريبا من رضا الله عز وجل قريبا من الجنة بعيدا عن النار بعيدا عن الشيطان وقل ما يخطئ لكنه حين يغضب ويشتد غضبه والغضب من الشيطان والشيطان من النار فقد يزل لسانه أو تزل يده أو أنه يظلم أو أنه يسفك دما حراما أو أنه يأكل مالا حراما أو غير ذلك والله تعالى أعلم أيضا يقول أنه رأى رؤيا هو وابن أخيه هو يبحث عن زوجه وكأن ابن أخيه وجد له زوجة وجد له زوجة وكان يمشي معه في الأرض ثم بعد ذلك وكأنه رأى ثمرة فجل حمراء كأنها كانت مكسورة كأنها كانت مكسورة أقول يا أخونا الفاضل أبو ساير يعني أنت على نية الزواج من هذه المرأة التي ذكرت لك وأنت رأيتها في الرؤية أنا أقول لك أخي لا تعتمد على الرؤية فحسب وإنما عليك بالاستشارة والاستخارة العلماء يقولون تظلم واستفتحذر عرفا واذكرا فسق المجاهر من ضمن الأمور التي لا يعد فيها ذكر عيوب الآخرين غيبة محرمة هو التعريف أي أنك حين تريد أن تتقدم لبنت فتسأل عنها فيذكر لك أقاربها أو جيرانها أو من يعرفها يقول لك هي كذا وكذا أهلها كذا وكذا أمها كذا وكذا أبوها كذا وكذا لا حرج عليهم في ذلك لأنهم مؤتمنون والمستشار مؤتمن فليشر بما هو صانع وهذه أمانة فأنت تستشير وكذلك تستخير تصلي صلاة الاستخارة وتدعو الله عز وجل أن يفتح عليك في هذا الأمر وأن يجعل عاقبته رشدة وأن يأجرك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة فإذا جاءت مع الاستشارة والاستخارة رؤية يعني أنت تستأنس بها فقد تجد فيها ما يدفعك إلى الإقدام أو ما يدفعك إلى الإحجام فإذا كانت الاستشارة والاستخارة والرؤية كلها تصب باتجاه الأقدام أن تتقدم إلى هذه المرأة فتقدم وإذا كانت تصب باتجاه الإحجام أي ترك الزواج من هذه المرأة فلا تتزوج منها والله تعالى أعلم أما الرؤية فهي غالبا من حديث النفسي والله تعالى أعلم يعني ليس فيها إشارات ليس فيها إشارات يعني يعني تنفعك في إقدام أو في إحجام لكن أنا أنصحك بالاستشارة والاستخارة فحسب والله أعلم يا أخونا الكريم أبو ساير هذه بالنسبة للرؤى التي تبقت لدينا من الحلقة الماضية الحلقة الماضية كان فيها رؤية لأخونا أبو رشيد رؤيتين ورؤيتين لأخونا أبو ساير هذا ما أتذكره من الحلقات أو عفوا من انتصالات هذه الحلقة كان معنا الأخة معلاء معلاء تقول كأنها رؤية في رؤية أن نسمها مكتوب في السماء هي ومعها اسم أيضا حكمة معها اسم حكمة أو حكمة نعم نقول يا أخونا معلاء كون الإسم يكتب في السماء أحيانا يعني له دلالات كثيرة الكثير منها طبعا إيجابي منها منها أنك ممن يكثرون من ذكر الله عز وجل ممن يكثرون من ذكر الله عز وجل والله عز وجل يقول في الحديث القدسي إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيت هرولا فمن يذكر الله في ملأ من الناس يذكره الله عند الملائكة الكرام في السماوات العلا هذا أمر الأمر الثاني قد يكون هذا الإنسان مظلوما قد يكون هذا الإنسان مظلوما فيدعو الله على من ظلمه فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام تصعد إلى السماوات العلا كأنها شرارة ليس بينها وبين الله حجاب كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا إما ذكر وإما أن هذا الإنسان ماذا له يعني دعوة عند الله عز وجل وأيضا هناك كون الإسم يكتف في السماء أحيانا يدل على ماذا على أن صاحب هذا الإسم له أعمال صالحة ترفع إلى السماء والعمل الصالح يرفعه أو قد يدل على ماذا على رفعة شأنه وعلو منزلته ومكانته في الدنيا والآخر والله عز وجل يرفع من خلقه بطاعته من يشاء ويضع من قدر بعض خلقه بمعصيته من يشاء سبحانه وتعالى فهو الرافع وهو الخافض وهو المعز وهو المذل تبارك وتقدس وتنزه وفيها إشارة أيضا أن الإسم في السماء ومعه حكمة قد يدل على دلالة لطيفة أخرى أن الإنسان إذا تحلى بالحكمة فإنه يدرك خير الدنيا وخير الآخرة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم يا أختنا معلاء من أهل الحكمة والله تعالى أعلم كان معنا اتصال الأخ حليم من الأنبار يقول أن أخت زوجته رأت عمته أم زوجته تأكل هي وهو يأكلاني الرز وأن زوجته وجلت مفتاحا في شجرة وفتحت به بابا الرز أخي الكريم إن شاء الله هو يدل على رزق طيب يعني يكون لك منه سهم ويكون لعمتك أيضا منه سهم والمفتاح الله عز وجل بيده مفاتيح الخير بيد الخير وهو على كل شيء قدير بيده مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتيح الفرج ضاقت فلما استحكمت حلقات وفرجت وكنت أظنها لا تفرجوا فنسأل الله عز وجل أن يهيئ لكم من مفاتيح الخير ومفاتيح البركة ومفاتيح الفرج ما تقر به أعينكم وتنشرح به صدوركم وتتيسر به أموركم يا أخونا حنين من الأنبار الأخت شهد تقول أن أختها رأت في الرؤية حية ميتة في غرفتها الغرفة النوم غالبا للزوجة وفراشها هو يدل على حياتها الزوجية وعلى زوجها وعلى العلاقة الزوجية وكون الحية ميتة في هذه الغرفة قد تدل على مشكلات وخلافات قد تجاوزوها وماتت هذه الخلافات وماتت هذه المشكلات وانتهت هذه الخلافات والمشكلات إن شاء الله تعالى يا أختنا شهد الرؤية فيها دلال على خير إن شاء الله أيضا تقول كأنها رأت في الرؤية أن حماتها طلبت منها شال أو لفعة الرأس طلبت منها فعطتها إياها قول يعني هو الملابس أحباب الكرام وإخوانا الكرام وخواتنا الكريمات والأخت شهد الله يحفظك يعني الملابس كما قلنا في حلقات كثيرة أنها تدل أحيانا على العلمي فمن يلتمس منك ثيابا قد يلتمس منك علما تعلم شيء من أمور الدين من أمور الدنيا من أمور الآخرة أو أنها أحيانا تدل على التقوى فقد يدل التماسها عندها أنها تعينها على تقوى الله عز وجل تأمرها بالمعروف تنهاها عن المنكر تذكرها بالله عز وجل بالصلاة بالقرآن وأحيانا تدل على الزواج فقد يكون لأختك يا أختنا شهد دور في زواج حماتها إن لم تكن متزوجة إن لم تكن متزوجة هذا الجانب الإيجابي الجانب السلبي على العكس من هذا أننا حين نكون على تقوى من الله فيكون الثياب تدل على التقوى أو تدل على العلم أو تدل على الدين أو تدل على الزوج فأخذ الغير من ثيابنا قد يدل على أنه يؤثر علينا سلبا الوجه الأول من التفسير والتعبير واضح وجه إيجابي أننا نؤثر فيهم إيجابا في أمر بالمعروف له على المنكر تذكير بالله عز وجل نعلمهم شيئا نسعى في زواجهم هذا خير لكن أن يؤثرهم علينا سلبا ينبغي أن نحذر فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل كثير من الزوجات بعد أن تتزوج وهي على التقوى من الله وعلى عفة وعلى عبادة وصلاح لكن بعد ذلك تتأثر شيئا فشيئا في البيئة الجديدة فتبدأ بعد الحجاب تتبرج وبعد محافظته على الصلاة تترك الصلاة وبعد محافظته على طلب العلم الشرعي تتكاسل عن طلب العلم الشرعي ثم تنتقل من حال إلى حال نعوذ بالله عز وجل من الضلال ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والله أعلم أخونا أبو محمد يقول أنه رأى في الرؤية بعد أن نام بعد صلاة العصر شخصا اسمه عبدالغني أعطاه مفتاحا كأنه لسيارة أو لغيرها وأعطاه رقما نقول يا أخونا أبو محمد يعني طبعا كما قلنا في الحلقة الماضية والتي قبلها أن الأسماء لها دلالاتها والأرقام لها دلالاتها والألوان لها دلالاتها لكن على العموم أنت لا تتذكر الرقم فهذا لا يعني عندنا شيئا لأنك لا تتذكره فقط تتذكر الشخص اسمه عبدالغني وأعطاك مفتاحا إما لسيارة أو لغيرها فأسأل الله عز وجل الغني أن يعطيك من فضله من مفاتيح الخير والبركة والرزق ما تقر به عينك إن شاء الله الرؤية والله تعالى أعلم تدل على أن الله عز وجل بإسمه الغني المغني الوهاب المعطي سيقدر لك إن شاء الله من مفاتيح الخير والبركة والرزق ما يقدر لك نسأل الله أن يكون أمر كذلك هذا والله تعالى أعلم أخونا حسام من اديالة يقول أنه رأى في الرؤية الوالد والأخ والخال وكلهم متوفى أنه يصلي معهم في مسجد لا يعرفوا المسجد لكن هؤلاء الثلاثة هم الشهداء نحسبهم والله حسيبهم وقضية الشهادة هي عند الله عز وجل اصطفاء وليست اختيار يعني أنت لا تختارها ولكن الله يصطفي من عباده من يشاء فيجعله شهيدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون أو في آية أخرى بل أحياء عند ربهم يرزقون فالرؤية يا أخ الغالي والله تعالى يعلم هي تدل على استمرار عمل الشهيد الشهيد يجري له عمله يجري له عمله الله عز وجل يعطيه خصال منها أنه يغفر له عند أول قطرة من دمه ومنها أن الله عز وجل يجري له أعماله يجري له أعماله لذلك الله عز وجل قال يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فهذا يدل على حياتهم رغم أننا نعدهم أموات لكنهم عند الله عز وجل أحياء لذلك رأيتهم يصلون معك في المسجد وأنت ما زلت على قيد الحياة في الدنيا وهم انتقلوا إلى الدار الآخرة فنسأل الله عز وجل أن يكتبهم عنده من الشهداء وأن يجري لهم من أعمالهم حتى يلقونه بحسنات كثيرة وأجور وفيرة اللهم أمين أخونا أبو عبد الله من الديالة عفوا هذا ما حصل اتصال لكن كان بعد عندنا الأخة أمبراء من سامراء تقول رأيت زوجي المفقود أو عفوا زوجها مفقود منذ أربعة أشهر لكنها رأت في الرؤية كأنها قد أضاعت حذاءها وبعد جهد جهيد وأنها مشت في طريق طويل وجدت حذاءها وجدت حذاءها أقول يا أخذنا أمبراء أول شيء نسأل الله أن يفرج عن زوجك فرجا عاجلا قريبا كما قلنا أحباب الكرام الملابس بصورة عامة أحيانا تدل على الزوج بغض النظر عن نوعها وعن ألوانها أحيانا تدل على الزوج وأحيانا تدل على التقوى أو الدين أو العلم أو غيرها لكن أحيانا تدل على الزوج فالمرأة أحيانا كثيرا العزباء وغير المتزوجة ترى نفسها أجلكم الله بدون حذاء وأن بعض الرجال أو النساء يرى نفسه حتى بدون ثياب فيخاف من هذه الرؤية هي أحيانا تدل على ماذا على أنه بدون زوجة أو أنها بدون زوج أو أنها بدون زوج ففقدانك لحذائك هو قد يدل على أنك الآن أنت بدون زوج عفاكم الله وأجلكم الله ثم وجدته فقد يدل إن شاء الله على الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر وعلى اجتماع شملكم نسأل الله أن يمنى عليكم بذلك اللهم آمين والحذاء أيضا أحيانا أخرى له تفسير آخر مغاير لذلك لكن هذا أقرب شيء لواقعكم ونسأل الله أن يجمع شملكم عاجلا غير آجل وأن يفرج عن معتقليكم وعن جميع المعتقلين المسلمين في كل مكان أيضا تقول أنها رأت في الرؤية كأنها تلبس يعني بدلة العرس بدلة جميلة وأن زوجها جاء وأخذها فأقول أيضا هذه إن شاء الله فيها دلالات خير على أنه تتجدد أفراحكم ويتجدد اجتماع الشمل بينك وبين زوجك نسأل الله أن يجمع شملكم عاجلا غير آجل اللهم آمين أخونا المخرج بقي معنا مجال استقبل الاتصالات ولا انتهى الوقت ألو معنا مجال نستقبل الاتصالات ولا ننهي الحلقة ألو معنا مجال تهل وقت نحن نعلق على بعض معنا خمس دقائق يقول أخونا المخرج إن كان معنا اتصال نستقبل إن لم يكن اتصال فنحن نتكلم عن ما بدأنا به في الحلقة الماضية لكن كان الوقت ضيقا فبالدقائق الأولى استقبل الاتصالات تكلمنا في الحلقتين قبل الحلقة الماضية عن دلالات الأسماء ثم بعد ذلك قلنا أن هناك محاور مهمة للتفسير يعتمدها علماء التفسير وعلماء التعبير من بينها التفسير من خلال الأسماء وقد مرت معنا رؤية في حلقة اليوم فسرناها من خلال الأسماء وهناك التفسير من خلال القرآن الكريم هو أنه ترد رؤية الرؤية بكل تفاصيلها هي مقاربة لواقع تفسير من آية قرآنية كما هو الحلقنا أجلكم الله البقرة تأتي أحيانا تدل على العام أو على السنة وأحيانا عافاكم الله وأجلكم الله تدل على الزوجة وأحيانا تدل على الوظيفة وأحيانا تدل على الحرفة أو المهنة من أين أخذنا أنها أحيانا تدل على العام أو السنة من خلال القرآن الكريم وقال الملك وإني أرى سبع بقرات سمان لأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات فحين سأل عن التفسير وجاء الدور ليوسف عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وفسر قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلي ثم بعد ذلك قال ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يا كنما قدمت لهن فماذا فسرها فسرها بالسبع سنين البقرات السمان كانت سنين خير وخصب ونماء وبركة والهزيلة منها كانت تدل على الجذب وعلى القحط وعلى قلة ماء الأمطار وعلى قلة الخيرات في تلك السنوات فإذا البقرة أجلكم الله أحيانا نفسرها بذلك من خلال القرآن الكريم من خلال القرآن الكريم نعم إذا أكتصال جيب آخر الكريم معنا أنور أنوار الأخت أنوار من بغداد تفضلي السلام عليكم تفضلي أخت أنوار مرحبا الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله تفضلي أخت الكريمة نعم الشيخ أنا حلمت بنبي يوسف نعم يعني رأيت آمي أنا ودي لأكل أو هيت شي يعني مكان أبيض كله يعني هيت شنو شفتي عفوا بالرؤية أخت أنوار شوي الصوت عفوا حلمت بنبي يوسف بنبي يوسف عليه السلام نعم عليه السلام نعم يعني رأيتي كان أني بمكان أبيض وقعد أمشي نعم وأجي شخص أخذني يعني كل الشهل وغير نعم يعني شنو رأيه بعد ما أبعتها قعدت يعني مو تم يعني فقط أنت شرت بمكان أبيض ووجه هذا الشخص اي وهذا الشخص أنت بالرؤية كنت تعرفيه أنه يوسف عليه السلام شون الشخص كان يوسف عليه السلام ولا مو يوسف لا لا الشخص يعني كان كلش حلو بس يعني كان ما خذي إلى يوسف يعني اه طيب أخت الكريمة الأخت أنوار أنت متزوجة لا ما متزوجة لا منزوجة ولا أكو مشروع زواج حاليا لا مواكو طيب خير إن شاء الله خير أبشري تسمعيني الجواب إن شاء الله يا مرحبا نعم نجاوب على الأخت أنوار ونختم حلقة اليوم الأخت أنوار عندما تقول هي غير متزوجة رأت في الرؤية كأنه أتاها شخص وكان مكان كأنه أبيض وكان هذا الشخص أيضا جميل وكانه يعني قال لها نذهب إلى يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام هي غير متزوجة أقول أخوان كرام أنه يوسف عليه السلام حين يذكر في الرؤى كما هو يعني مسيرة يوسف عليه السلام في سورة يوسف عليه السلام المحن الابتلاءات مثلا الابتعاد عن الوالد والوالدة الشب FORwa للفتنة دكت Olympic الليلة فيعدنا أن نذهب مثلا إلى يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام رمز من رموز العفة رمز من رموز العفة فكأنه فيه إشارة يا أختنا نوار والله تعالى أعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني وقايا ودواء والله عز وجل يقول فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الإنسان يتمسك بأستار العفة والاستعفاف عن الحرام لا يطلق بصره إلى حرام ولا سمعه إلى حرام ولا لسانه إلى حرام ولا فرجعه إلى حرام حتى يغنيه الله عز وجل من فضله فيتزوج فالرؤية يا أخت أنوار والله تعالى أعلم إن شاء الله فيها إشارة على الصبر والتمسك بالعفة والاستعفاف فإن إن شاء الله الفرج قريب وأن الله عز وجل سيسر لك أسباب زواج مبارك يكون سببا إن شاء الله في العفة وفي الاستعفاف تيمنا إن شاء الله بيوسف عليه السلام الذي تمسك بالعفة حتى أغناه الله من فضله سبحانه وتعالى وحفظه وتداركه بعطفه ولطفه نسأل الله عز وجل أن يسر لنا ولكم الخير حيث كان نسأل الله أن يجعل ما رأيتم خيرا تتوقونه أو شرا تتوقونه حتى نلقاكم على خير في حلقة قادمة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل يوسف لأبيه يا أمتي إني رأيت أحد عشر كوكما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة